السلام لبنات و مرحبا بكم في قناة ام تامي ان شاء الله تكونوا ملاح و بخير و على خير انا الحمد لله في نعمالي و من شاء الله جيتكم بروتين متنوى روتين مختلف اكيد يعجبكم قبل ما نبدلكم الروتين هاد اللي بوات اللي كامل سقسيتوني عليهم يعني ما قدرتش نجاوب كل وحده في التعليق ديالها جحا نجاوبكم هكا في الروتين بيش تستفادوا كامل هادو ما اللي بوات لبنات اللي نحط فيهم السميد والفارينا ما يرفضو خمسا كيلو ولا ستا كيلو تقريبا جابهم لي الزوج تاعي من واحد الحانوت يبيع المكسيرات يبيع لاتاي هادوك الحوانت اللي انا هم دكا يبيعوا الكوكا واللوز الجوز هادوك هادوما اللي بوات تلقاوا عندهم يشرووا فيهم هما هادوك الكوكا وهدك اللي مغلف بالكرامل هدك المايس اليابس المحمص هادو هما اللي بوات يعني سقسيتوني بزا فعليهم ان شاء الله تكونوا فهمتوني وتقدروا تجيبوهم من هادوك الحوانت بالنسبة للسميد نحطوه في اون بوات والفارينا في اون بوات انا ما يخسروا ليش بس نستعملهم بل بزاف اكوشتوني ما نستغناش على العجاجين تقريبا يوميا نديرهم وهدك الابوات تالي حديد صغيرة راني ديرها فيها الفارينا بالكيلو هكا بش تجيني سهلا كي نسحق الفارينا بالكيلو ونجبدها خرم اللي نجبد هدي الابوات تا خمسة كيلو بزاف كبيرة وكامل وراني مخبيتهم اه في الطابلة تاعي عندي واحد الباب هكا مخبيتهم تمه هدي هي بالنسبة للبنات تاني اللي سقسيتوني عليهم لبنات عندي ثلاث انواع اكيد راح نفيدكم نعطيكم معلومات عليهم راح يفيدوكم هكا بش تعرفو وش تشرو كي تخرجو تشرو شوفوا البنات عندي اللولة هادية تاع السيليكون شوفوا هادي ديروا فيها حلوة اللمبو ديروا فيها الحلوة تعزيت الحلوة كامل بكل انواعها ليك خام حاجة ما تخرج منها اه تاع السيليكون تتخسل بكل سهولة ليدو يتوعها تاع البلاستيك ولا تعنيل اه بزف هيلة وبخاتي كشرتها وقيلة خمسة وتسعين الالف عندلي يبيع دوزان الحلوة بالنسبة لابوشادو يدوزيام هادية اللي ما ننصحكمش كامل تشروها جاية تعلق ماش كين حب ندير فيها اه يعني هادك الحلوة تعلم بوت راح تخرجلكم الزيت منها ولا تديروا بها ليبتي فوق كيف كيف حتخرجلكم الزيت جيكم بزف صعيبة اه يعني ما ننصحكمش تشروها غير يلا درتو بها لي كخام ولا كخام باتي سياق ولا اللي تصلح شوية هادي هي هاي اللي كفش جاية جاية بزف طويلة كبيرة تعالي بولونج غي واقيلة هما ليستعملوها هادي هي البنات هادي كلها مش فيت سعر تاعها وجايين لي دويتا واها تعال حديد ما وريتهم لكمش هناية اه بالنسبة لابوشادويتالتا هادية اللي كنت شريتها صافي واحد تلت سنين وهي عندي بزف هيلة اللي لقيتوهم غير شروهم هادو ما تعالي بوت فيها مياتن بياسة صن بياس اه كل واحدة مختلفة على الاخرى دوكن وريلكم كامل وش فيها لي بياس بالديطاي شوفوا جي فيها هاد الميستارة هي ماشي ميستارة يدخلوا فيها هاد الحورف هاد الحورف بش تزينوا بهم الكيكات تكتبوا هابي بيرث داي تكتبوا الاسم تاع عيد ميلاد يعني الاسم تاع اللي حيدديروا له العيد الميلاد تكتبوا وش حبيتو فهادي الميستارة شوفوا دخلوا الحورف انا مزل ما نشي من حيتهم كامل كل حرف يتنحى على اخوه من بعد تركبوا الاسم ولا الجملة اللي راكو حبينها وتشبحوا بيها لاباتيسخي تاعكم تجيب الزف هايلا فيها بزف قيطة شوفوا فيها هادية تعال تزين تقدرو تزينوا بيها الكيكات على كرام شانتيه الكيكات على لاباتا السكر يعني تزينو بيها جامع انواع الكيكات هامليك اللي دو يتوعها جيين ان بلاستيك فيها هاد ستيلو هادا يا والله ما لابليل من خدموه يعني قدمه سييت نقرا فيها نحوس وش يديرو به معرفش انتو ما قولوا لي لك شو حدا تعرفو ش يديرو بهدك ستيلو اتفيدنا في الفيديو اه بالنسبة لهدك القلب تاني للتزين والحورو فهم ليك راهم كامل لسقين انا نحيت غير شوية وخليت الباقي لاسق فيها عدة يعني لبياس للتزين هي هاي لي كيفاش تجي شوفو هي اجت فيها واحدة لي صاشي صغيرين بالصحانة خلاصولي كي خلاصولي ولقيت لها تدبيره واللي تنستعمل صاشيات العاديين يعني اي صاشي يكون عندك دخليه ودخلي هادي لابوشادوي هادية شوفو كيفاش يجي فيها تجي على شكل على شكل يعني البوشون والغلاق ديالو لكيفاش نقوله القرعة والغلاق تاعها نغلق على هاداك الصاشي بش ما تخرج ليش لك خام ونزيد نبلاسي لابوشادوي وندير لك خام من الوسط ونعبص سوف تخرج لكم بكل سهولة هادا هوا ما ليبوشادوي توعينتمنى ان شاء الله نكون فتكم بهم وتدو يعني فكرة عليهم كي تروحوا تشروا تعرفوا وش رح تشروا بالنسبة هنا تاني التدبيره التانية واللي خرجت عليا واش نقول لكم لبنات كيراتين طبيعي للشعر صرتو وحدة اللي تحبزو يوت كيما انا انا ما نكدبش عليكم نحب الحاجات الطبيعية كسوسوى الوجهي ولا الشعري ولا الكامل الجسم التاعي مكاش كيما الطبيعي شوفوا هديك خطرة احضرت لكم على زيت اكلي للجابل اللي بزاف هايل ان شاء الله لما شافتش الفيديو تروح تشوفوا تستفاد بيها تستفاد منها انا احضرت لكم على كامل فوائد التوعو نديرو فلاغاسين وندلك مدة عشرين دقيقة صدقوني رح يطول لكم شعركم بطريقة خيالية بالنسبة للزيت التاني هو زيت الصبار للويل دو كاكتوس وراهم كاتبين ان فرانسي لويل دو كاكتوس وش نقول لكم بزاف هايل هاد الزويت يتباعوا عند العشاب بعشرين الاف رح تديروا لا ثغ بيهم شوفوا هاد الزيت الصبار راني نديرو فالاطراف فالاطراف كامل تاع شعري رح يرطب ويمدلينوا عومة ما يخليهم شيبان محروق الى كان شعركم مسبوغ ولا شك فو تديروا السبغات في الشعر وكامل رح يتحرق سينور مال رح يفقد اللاما عن تاعو يفقد الروطة وبتاعو صدقوني بهاد الزيت راني مجربتها 1-4 ولا 5 مرات قلت قبل ما نقول لكم عليها ولا نهدر لكم عليها لازم نجربها انا شخصيا هايليك الزيت تاعها جاية لون اصفر لون يعني لون الصبار من الداخل فيها ريحة مشي يعني ريحة قصحة ولا ريحة لي ما تحملوهاش ريحتو بزاف عادية نديرو فكامل الاطراف تاع شعري نديرو يعني فلاراسين زيت اكلي للجابل وفي الاطراف تاع شعري ندير زيت الصبار واش نقول لكم روعة روعة من بعد نغلفه ببابي سيلوفان نغلف شعري كامل ببابي سيلوفان ونخليه واحد ساعة زو سوايا المهمانة كل ما نكون حنخدم شغل عامق ولا يعني التنظيف عامق للدار ولا الكوزينة ولا للسالون نديرها على كامل شعري ونغطيها ببابي سيلوفان ونخليها واحد زو سوايا تلسوايا قد ما تقدرو خلوها في شعركم من بعد رحو غسلوها يعني غسلوها عادي رح تتنحها بكل سهوله ورح تحسوا باختلاف من اول استعمال جربوها وما حشت ندمو بها ان شاء الله هنكون فتكم بهاد الزويوت هادوما وتجربوهم وتقولوا لي رايكم في التعليقات من بعد البنات هنشارككم وصفال درتها للعشات جيب زاف بنينة وانا من استغناش عليها يعني نديرها في عدة مرات هنا يا درت زوجة تعطنيجرات كي ما اشتوا واحدة رح ندير فيها المرقة واحدة رح نطيب فيها الروز بصح بطريقة يعني مختلفة ماشي الروز عادي شوفوا اللولانية درت فيها سنينة تعتوم نص مغارفة تعطوماتيش كونسنتخي نقليها في شوية تعزيت والتانية ندير فيها حوالي زوج مغارف كبر ولا ثلاث مغارف كبر تعالفيرميسل ونخليها في الزيت تتقلح حتى يعني قريبة التحرق كي ما نقولوت واللي كحلة دوك تشوفوا معايا بالنسبة لهديك المريقة درت لها زرودية مقطعة قطعة صغيرة حتمد لها بنا بزف هاي لا تجربوها هاي لا مش يمال فتديروها تمد بنا رائعة وامبلوستامي منحب نوكلو الخضرات في كل مرة ندخل يعني خضرات في الأكلات التوعية لابلكم غانية ودراري مليح تولفو لهم مصغر الخضرات باش يأكلوها لكم بالنسبة ليزي بيس هنا نفس ليزي بيس نديرهم في المرقة ونفسهم نديرهم في هداك الروز شوفوا عندي زنجابير شوية تعقرفة راس الحانوت فلفل عكري حمر الملح وفلفل لكحل هذا ما كان في المرقة واش ندير بالنسبة نغطيها ونخليها الطيب على نار قليلة حتى الطيب لي كامل هديك الزرودية هنا تقدروا تستعملوا لكوكوت مينوت من الأحزن يعني باش تحبو تزربو ولا وسينة طيبوها في تنجرة تكون عادي بالنسبة لهذاك الفرميسال كي مشتو تقلى لي كامل يعني ولا لونو كحل كما راكم تشوفو فيه خلوه يعني قد ما يغماق راح يجيكم بزاف شباب ويجيكم بنين ويتكرمل هاوليك من بعد زيتلو كيلة تعروز بسماتي كنت خسلتو مليح وقطرتو هادي هي نرميه معاه نزيد نخلطو نديرلو الملح زوج عود عيدان تعا قرنفل صغار راس الحانوت شوية قرفة عندي الكيغي الكيغي اللي ما نستغنش عليه في الروز ورشاتع في الفلكحل زنجابيل كي مشتو هنا يا البنات ونحركو كامل هادا الروز شحال يجيبني نصدقوني غير ما تشبعو هالبنات من بعد نديرلو زوج كيلات ونص تعلمه كل كيلة تعروز بسماتي بس كعندي معاه لافير ميسال راح نزيد هاديك النص كيلة باش يطيب لي يعني اسوا اسوا نغطيه حركتو كامل نغطيه ونخليه يطيب على نار قليلة راح يطيب الكامرة ويجي من زربع يجي من فلفل حبة ما لاسقا مع اخدها وهديك المريقة تاني كنت اشك فيها نحركها ونشوفها هنا يا الروز كان بديت تشرب لي كامل هادا كل ما شوفوا كيفاش يجي حتى اللون تاعو يجي بزاف شباب تقدرو تحضروه للضيوف تحضروه للصهرة تحضروه يعني صهرة عقصدي عشاء رومانسي مشي صهرة من بعد هنا يا التدبيره ليعطيتها لمشتركه ونشكرها بالبزاف قاتلي بدلي هادا كل جوتواء وديريه يعني قباله في الحيط هي على كل حالة نكون ديرتو هكاك من ذاك نحب نبدل نغير نديرو هكا ساعة نرجعو كما كان هادي هي هنا يا كمشتريات كان شرع لي الزوجة لي كويس دو كننقيهم بيان لي ما شافت يعني كيفاش ننقي الجاج ولا نحطلكم في صندوق الوصف لفيديو وهنا يا كنجاب لي ليستاك هادو ماتع لا داند مشي تعل بقري لبنان ليستاك تعل داند يجو بزاف يعني هايلين حلوين ووما انطان سعر تاهم في متناول جامع مشي غاليين كيما ليستاك تعل بقري هادي هي قطعتهم شرعيح مع حبيبات عبصل وراح نقليهم في المقلة فوق النار مع شوية عزيت ملح وفلفل لكحل ستقوني ش حال يجو بنان والله ما تشبعوهم ما تقولوش كامل بالليت على داند هادي هي ها هنا يا حطيتهم في المقلة وراح نديهم ونقليهم كيما قلت لكم ملح فلفل لكحل انتوا ما تقدروا تديروا اي اضافة معاهم يجو كرملين وبزاف بزاف بنان ها هنا يا رح ندريسي معاكم الاطباق التوعي هداك الروز شوفوا كيفاش جام فلفل الله الله وبلا ما ننسى لديديكا لآدم وآلا وام اسحاق وام فراس ورايان من ولاية المثيلة هادي هي في كل مرة قلت لكم ندير يعني زوج ثلاثة هكا بش ما تزعفوش وانشالله هنطكركم كامل اه هنا يا كيما شتوا دريسيت معاكم الازاسيات درت في امبول بش يجي الشكل تاعهم دائري اه بالنسبة له هادو كليستاك تعلادان تكون تقليتهم شوفوا كيفاش يجو يعني شحال يجو بنان شاهيتكم فلجنا انشالله وانتمنى تجربوهم شوية تعمى عدنوس من فوق وهدي هي كانوا الاطباق التوعي هادي كلاسوس درتها في امبول وحدها هكا بش لي حبي يزيد يعني هادي كلاسوس من فوق يزيدها والزيتون والحميس ولا الحار هادا كل في الفلم شوي حار هادو هما الاطباق نتمنى من قلبي يعجبوكم اه هنا يلحقنا لنهاية على فيديو مبقى لي غير نقول لكم تهلا وفير وحتيكم تلاقوا في روتين جديد ولا وصفة جديدة ولا فيديو جديد ان شاء الله سلام شكرا